اليوم رح نحكي عن تطبيق جواكر اغلبكنو بيعرف التطبيق شو هو والما بيعرفو رح يعرفو هلا بس اليوم حلقتنا هي ما نتعرف عن التطبيق اليوم رح احكي لكم عن اسرار عملية توزيع الورق بجواكر وكيف تخلي ورقك حلو عطول واذا انت مدمن شدي اكيد مهم تعرف كيف جواكر بوزعلك الورق واذا كنتم مفكر انو توزيع الورق بتم بطريقة عشوائية فاسمح لي قللك انه غشين مساء الخير جميعا معكم الرادار واليوم رح نحكي عن جواكر بال2009 اجتمعوا مجموعة شباب من الوردن وكانوا عم يفكروا بمشروع يعملوه وقالوا بما انو اغلب الناس بتحب تلعب شدي ومن تشرح هالقصة بالوردن وبالوطن العربي فليش لحتى ما نعمل مشروع يخدم هاي القصة وشافوا انو باميركا وبغير دول عندهم كتير تطبيقات وبرامج بتسمح لك تلعب شدي وبوكر فليش ما نعمل نحنا تطبيق داخل الوطن العربي وفيه الألعاب اللي اغلبنا بنعرفها بس انك تبني شركة ألعاب شدي أونلاين شي ما سهل كتير خاصة عن ببرمجين رح يكون تحدي كبير ولكن هني قدروا يبنوا هالشركي بشكل احترافه واللي ساعدهم بالموضوع هو البيئة المثالية اللي كان عندهم ياها بالشركي وروح التعاون بالفرق وطلع بفكرة تطبيق جواكر اللي فيه حاليا اكتر من 30 لعبة ورق مختلفين والاف الناس اللي تدخل عليه يوميا بس موضوعنا الاساس اليوم هو كيف جواكر بوزالك ورق وكيف تخلي ورقك حلو اكيد بيوم من الايام دخلت عجواكر ولقيت الورق معك سيء كتير وسكورك نازل بالأرض ومع متربح ولا جيم ونازل بهدل بشريكك ومفكر هو اللي عم يخسرك واوقات بتدخل بتلاقي ورقك الفاوي والدنيا ماشي معك وحظك بجنن وبتقول لنفس شريكك اللي بهتلته من شوي انا اللي ربحتك سمح ليقولك انه حظك مال ودخل بكل هاي القصة وعم يسأل قال حقيقة ام خرافي كروت التوزيع بتختلف اذا كنت باشا طبعا غير عقلاني انك تنزل هيك بوست لانه رح تخلي الناس تشك بمصداقية التطبيق ونفس الوقت في ناس مجانين وتروح تشتري باشا وغيره وتصدق هاي الخرافي وتقول جواكر عم يلمحنا انه تشتري باشا لحتى يصير ورقك حلو طبعا قعد صدقه هيك شغلك هاي كلها خرافي بخرافي جواكر بيستخدم الزكاء الاصطناعي بتوزيع الورق يعني بوزع لك الورق بطريقة غير واقعية وغير عشوائية يعني لما يكون ورقك وحظك سيء فهذا بسبب انه جواكر هو قصد يوزع لك هيك ورق ونفس الشيه لما يكون ورقك بجنن كمان جواكر بيتقصد يوزع لك ورق حلو طيب شو الفائدة من هاي القصة الفائدة من هاي القصة انه يخليك تدمن على التطبيق بدون ما تشعر انت يعني على سبيل المثال لما تدخل تلعب تريكس ويكون ورقك زبالي انت هون ما رح تطلع من التطبيق الا اذا العبت جيم تاني وثالث وغالبا انك تخسر بكلهم لانك احمق لانه ورقك سيء وحظك ما حلو اليوم ونفس الشيه لما يعطيك جواكر ورقك بجنن وحلو رح تلعب دق وتربح وتتحمس تلعب اللي بعده واللي بعده ونفكر حالك انش تاني شدي وما حدي قدك بس تخيل انه كل ايامك عم تخسر ومعم تحسن تربح يومين ورح تتفشل من التطبيق ونفس الشيه تخيل انه كل ايامك ورقك بجنن وعم تربح كل الالعاب رح توصل لمرحلة تحس انه ما عد في اي تحدي قدامك لحمسك ترجع تدخل على التطبيق فجواكر بيعطيك ساعات محددة او يوم يكون حظك فيه سيء كتير بس لو اجيد تاني نهار رح تلاحظ انه حظك فرق 225 درجة بس كيف بدك تتفادئ كل هاي القصة من جواكر وتخلي ورائك حلو اول شيه لنفرض كان عندك مسابقة بجواكر مهمة وعليه مبلغ كبير فحاول ما تلعب قبل المسابقة عجواكر حاول تترك التطبيق وقت طويل قبل المسابقة واذا عم تسأل ليش لانه جواكر هون بفكرك تركت التطبيق ومعد حبيت انك تلعب عليه فبالتالي بده يجزبك انك تلعب عليه فرح يوزع لك ورق حلو بشكل يقنعك ويخليك مبسوط وانت بالتالي طلع متلعب على التطبيق ويجزبك انك تقدمن عليه بطريقة ما تاني طريقة انك باللعب وانت عم تلعب لو حسيت ورقك سيء فحاول قبل ما ترمي اخر ورق من ايدك تطلع من اللعبي وترجع تفوت مباشرة عن اللعبي طبعا هاي طريقة غير مؤكدة لكن في ناس بتقول انه هيك بتجدد حظك وممكن سيري نفتلك ورق حلو وانت بقل بنفس اللعبي اكيد هلا عم تسأل طيب اوقات بكون ورقي متوسط او بمر يومين وثلاثة وانعم اربح اللي بدي وضح لك يا انه الشغلي ما رح تعتمد عليك بس يعني اذا كنت بتلعب شراكي فممكن شريكك يكون حظو حلو اليوم وانت لا وممكن الناس اللي عم تلعب ضدهم اصلا ورقهم كمان سيء مثلك فهم رح تحس بالفرق ورح تحس انه اليوم سكورك متوسط وممكن اصلا تربح كل الالعاب وانت حظك سيء ورح يجي تاني يوم وتلاقي ورقك بجنن كمان وتربح فانت هون فعليا ما رح تلاحظ هذا الشيء واخيرا رح نحكي شوي على بندر وندخل بمسوعة جينس للارقام القياسية كاكتر شخصيا سبته لالفين وعشرين طبعا بندر وطارق وجاده وغيرهم تم تصميمهم انه يكون لعبهم سيء او غري من عدا كارمين لاحظ يحكي لعنا وليش تم تصميمهم بهاي الطريقة لحتى لما تدخل تلعب يجبرك جواكر تلعب مع ناس وتجيبر فيئك شريك عمرك تحطه قدامك ع الطاولة وتلعب معه وتبهد له بعض ولا انه ببساطة لو بندر كان محترف فوقت انت ما رح تفرق معك رح تصير تدخل تلعب شراكي مع بندر اللي رح يفهم عليك على الليبرا ويلعب له بصح بنسبة 99.99 هاي النسبة ما لا علاقة بالديتول ولا بشي تاني وبالاخير جواكر اول تطبيق عربي بيسمح لك تلعب ورق اونلاين وخليك عم تدخل عليه وتلعب بس خليك عرفان شو عم يصير خلف الكواليس وللالاربع الجاي بشوفكن على خير